الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سعي ليقول السلام عليك يا سيدي وحفظك الله ورعاك أنا محمد من مدينة الجلفة متزوج وانتظر مولودا في هذه الايام الله يسألك لما رتعك على خير ولكن حلت علي مصيبة لم أجد لها حلا لذا رسلتكم لعلي أجد حلا عندكم إن صحني ماذا أفعل منذ حوالي السنة وزوجة خالي تراودني على نفسها وتتصل بهاتفيا في كل وقت وهي تملك حوالي عشرين شريحة هاتف شريحة هاتف نقال ولم أوافقها على ما طلبت ولكنها تلح وتلح وتلح وتستعمل كل الأساليب وأنا أخاف الله وأنا أخاف الله نقول لك أنت واش تكتب بكتب بكتب واش نقول لك اكتب هذه الكلمة لا خير في لذة من بعدها النار اكتبها اكتبها الآن اكتبها في ورقة ولصقها وقعد تقرأ فيها لا خير في لذة من بعدها النار لا خير في لذة من بعدها النار مرت خالوا يا عباد الله مرت خالوا وأنا أخاف الله وأخاف أن أخبر خالي فيقتلها أو أخبر أحد أولادها هذا الشي عند أولاد مع العلم أنها تملك ستة من الأولاد وأنا حائر في أمري وأخاف من الفضيحة التي ستحل بخالي هي ما حفظتش على خالك وانتركت حفظ عليها هي ما خافتش من الله وأنت تخاف الله هي ما خافتش على أولادها تدعوك إلى الحرام وأنت تخشى على كرامة أولادها وأخشى من الفضيحة على العائلة ساعدني يا شيخ بارك الله فيك أنا أنصحك أن تخبر خالك أنا أنصحك أن تخبر خالك وتعلمه في جلسة عائلية يحضرها كبار العائلة عيط الخالك وكبار العائلة ليحشم منهم خالك وعيط البابها وعيط النسل هي تحشم منهم وبيّنهم هذه الرسائل التي تدعوك فيها إلى الفاحشة لأن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة محترمة في بيت شريف الآن أنت أعلم أنت هيتفعلها مع غيرك وراهي لطخط الشارف تخالك في كل مكان أنت واحد من الضحايا تتسلى بهم هذه المرأة حسبنا الله ونعم الوكيل روح بلغ الخالك يتخلص منها بالطلاق وتروح لدارهم مهانة لأنها تدعو إلى الفحشة إسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرء مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر الثيب الزاني هذا المرأة الزاني المتزوجة الشريعة ترجمها الشريعة ترجمها كيل حنش المتزوج الزاني الشريعة ترجم كيل حنش وإحنا بلغا بنا الأمر أن يأتي إنسان وش يقول لي يا الشيخ أنا مزوج وكاين وحد الأرمالة غادتني مسكينة أنا ينزلني بيها بسعى نخلصها نخلصها يعني يقول لي أو يستنى يقول له عندك الآجة وعندك الحسينة قال لك أرمالة قال لك قادرنا نزلني مع الجانفي ولكن غادتني أرمالة عند أولادها وقام مسكينها حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لأن هذه تربية المواقع الإباحية أكو تربيته على أفكار المواقع الإباحية ولت له عمل خيري رويزني بإمرأة أرمالة قال قادر أفعلها مع بنت صغيرة ولكنني أفضل الأرمالة لأنه ما عندهاش بدخول حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل أستمعي يا لخصار في كلمة مرتخالي أستمعي وقال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا وربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله إذا ظهر الزنا وربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقا عذاب الله رواه الإمام الحاكم وصحهه إحنا في العاصمة فقط ثمانية آلاف بيت الزنا أما عدد الأطفال خمسة وسبعين ألف طفل كل عام يجو يصيبهم في المزابل في المزابل وأنا وجدت طفلا في مزبلة ومديته إلى عائلة تكفلت به مديته إلى عائلة تكفلت به حسبنا الله ونعم الوكيل السمعي أيتها الزانية قال صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع سمعتوا الإيبولا السيدة السيلان الزهري لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب سمعتي كلما نضجت كلما طابت نضجت احترقت جلودهم بدناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لأن الجلد هذا فيه ألم كبير ألم كبير ولذلك ندعيه والموت خالق هذا أن تتوب وأن تستغفر وأن تندم على ما فعلت مرة كبيرة وعندك ستة من الأطفال وزوجته رجل شريف وتنتمي إلى خيمة ولدنارل وإلى الجلفة حيث سقف الشرف كبير سقف الشرف كبير في الجلفة وتروح مع شاب مزوج عنده عام يسنم زيود تكتبيله في الأسماسات حسبنا الله ونعم الوكيل روح بلغ الخالق ما تغيدكش ما تقولش هذه مسكينة والله انتك تقول هي مسكينة ويتخطط لك قادر حتى يجينا الخالق يذبحك ويحصل فيك وتقول لي مسكينة وتقول لي تقوله هو لو يتعدى على الشرف تائه هو لو يتبلاني روح قرار القصة سيدنا يوسف مع زوليخة في الأخير قاتله يعني ما جزاء الذي يريد بأهلك سوءا في الأخير حب تحصل فيه فلما حصل حق خلاص قالت أنا روته عن نفسه أنا روته عن نفسه سائلة أو سائلة تقول مات زوجي وترك ملابيسه وكلها فاخرة هذا خلقين كسيمات والكرفطات يا السمعوا يا أصحاب الكسيمات والكرفطات ها راح تموت وتديك فن أبيض وشوي قطن إذا في الشوك إذا في الشوك وفي الشوك وفي الشوك يديرو لك شوية كافور يزيدو لك شوية كافور معنى تعمي في الشوك وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن ما لسائلة تقول مات زوجي وترك ملابسهم وكلها فاخرة فهل يجوز لبيعها الله 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 وإذا سمعت بني الملابس على الميت وتبع والتصدق بمالها عليه لا يجوز لك أن تبيعيها وإنما تقسم على الورثة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوج وانتظر مولودا في هذه الأيام الله يسألك المرتائك على خير ولكن حلت علي مصيبة لم أجد لها حلا لذا رسلتكم لعلي أجد حلا عندكم إن صحني ماذا أفعل منذ حوالي سنة وزوجة خالي تراودني على نفسها وتتصل بهاتفيا في كل وقت وهي تملك حوالي عشرين شريحة هاتف شريحة هاتف نقال ولم أوافقها على ما طلبت ولكنها تلح وتلح وتلح وتستعمل كل الأساليب وأنا أخاف الله وأنا أخاف الله نقول لك أنت واش تكتب بكتب بكتب واش نقول لك اكتب هذه الكلمة لخير 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 لخير